قوة دفاع البحرين وإقدام لتحقيق العوامل التي تنشدها المؤسسات العسكرية وتنسيقا لأي طارئ فقد نفذت قوة دفاع البحرين بمشاركة الحرس الوطني ووزارة الداخلية وقوة من القوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة تمرين القيادات الميداني المشترك قوة العزم في مختلف مناطق محافظات المملكة لتقييم تجربة السرعة ومستوى الاستجابة القيادية والعملياتية لتنفيذ آليات التعامل مع الأزمات تحرص قوة دفاع البحرين على إجراء مثل هذه التمرين لما لها من دور هام في تقوية وتفعيل التنسيق والتخطيط للعمليات المساندة للحفاظ على أمن واستغرار المنطقة بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية يهدف هذا التمرين لرفع مستوى الجاهزية القتالية لإعطاء المزيد من الخبرات القيادية والميدانية والقدرات على التخطيط والاستعداد لمواجهة الظروف المختلفة والتحديات المفاجئة لقد تواجه المملكة درجة استعداد قتالية عالية لمواجهة التهديدات ومراحل مختلفة للخطط القيادية المعدة للتعامل مع الآزمات عبر تحديد أطر التعامل الأنسب معها بما يتناسب مع المهام والمتطلبات العسكرية الحريثة المستندة للنظريات العلمية والعسكرية المعاصرة تمرين قوات العزم يأتي ضمن عدة تمارين تقوم بها قوات دفاع البحرين بتنفيذها حرصا منها على رفع مستويات الجاهزية القتالية والإدارية لمنتسبيها المنظومة الدفاعية في مملكة البحرين لا تألو في استخدام أحدث البرامج التقنية الحديثة التي من خلالها استطاعت رفع كفاءة وقدرة منتسبي قوة دفاع البحرين من خلال تزويدهم بمختلف الإمكانيات التي تساعدهم على تنفيذ ونجاح خططهم التدريبية ويعد هذا التمرين شاهدا عمليا على سعي قوة الدفاع البحرين لصغل الخبرات العسكرية والارتقاء بالمفاهيم القيادية لتحقيق الاحتراف المنشود لمختلف تخصصات وأعمال العمليات القيادية العسكرية المشتركة كما تعمل قوة الدفاع البحرين على تقييم وتطوير معايير التدريب للوصول بالعمل المشترك إلى مستويات عالية من الكفاءة القيادية والمقدرة القتالية المتقدمة قوة العزم يأتي ضمن سلسلة من التمارين العسكرية التي تهدف لرفع مستويات الجهازية القتالية والإدارية على المستويات كافة من خلال تطبيقات العملية حسب أحدث البرامج والخطط العسكرية لكون قوة الدفاع البحرين درع للوضن ويأتي هذا التمرين بالتزامن مع مناسبة عزيزة على قلوب جميع أبناء البحرين وهي أطلالة يوم قوة دفاع البحرين المجيد محتفية بذكراها الخمسين في الخامس من شهر فبراير المقبل تقوم هذه القوات المشاركة بتنفيذ التدريبات المشتركة مع مختلف الوحدات في مملكة البحرين بهدف رفع الجهازية القتالية لدى منتسبها والمساهمة في تعزيز قدراتها ومنظوماتها الدفاعية لحماية أمن الوطن واستقراره ضد أي تهديد يمس الوطن والمواطن طلال نايف لتفزيون البحرين